لسه واحدة بتقولي عن زوجها يعني وكانوا مشاكل كده وبعد كده جي اعتذر لها فاعتذر لها يعني وبس راسها وكده فجدت بوسط الكلام كده بتقولي لا هو ما عملش كده عشان فعلا بيعتذر لي وعمل كده هو عشان خاطر خايف ان انا سيب البيت يا بنت انت بتدورها النكت لا اقول لها ديك دايما رجل اعتذر وفي رجل بيعتذر في الزمن ده رجل اعتذر اكتر حاجات بتقابلني في رشاد الاسري عندنا في رشاد الاسري ان ليه الست لما بتزعل من جزء يكون فيه مشكلة يفضل مدة تطييب خطرة تاخد من ست وشهر لسنة يا ربي سلم يا ربي ليه طيب عارف حضرك ليه لانها طول الوقت بتقول هو بيعمل الكلام ده بس انا مش بصدقها هو بيعمل الكلام ده بس انا مش حساسة هنا هي حساسة ولكن سيئة تتظن الحساس ده في الغالب سيئة تتظن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر